السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين ومتابعين قناة النقاش المصري اهلا بكم في فيديو جديد في فيديو النهاردة حبيت اقدم لكم دكور لغرف الاطفال نعمل السحاب او الغيوم بطريقة سهلة وبسيطة باستخدام قطعة من الكرتون طبعا هنضيف لها النجيلة عشان تلائم غرف الاطفال ممكن نستخدم بس واحدة بس عشان نعمل دكور السحاب في سقفيات الريسبشن او في السقفيات عموما للي يحب يعملها لكن في الفيديو ده هنقدم حاجة زيادة عشان تليق بغرف الاطفال هنا زي ما انتم شايفين حضراتكم كده معنا قطعتين من الكرتون القطعة الاولى هنعمل عليها دوائر او نص دايرة كده بطريقة عشوائية يعني مش مش لازم تكون آآ متنسقة بالشكل دا والقطعة التانية هنعمل فيها شكل النجيلة برضو بطريقة عشوائية بالشكل دا وهنبدأ نقصهم باستخدام المقص القطعة الاولى هنقصها استخدام المقص او بقطر عادي يعني اما مقص اما قطر المتاح بالنسبة لكم ممكن تعملوه وهنعمل مع القطعة التانية نفس القصة عشان يبقى شكل القطعتين في الاخر كده هنا هنبدأ نحضر اللون الارضية بتاعتنا النهاردة اللي هيكون من الازرق السماوي هنبدأ نلون البلاستيك بتاعنا باللون الازرق ونقلبه كويس عشان يبقى جاهز معنا للشغل وباللون الازرق السماوي هنبدأ نبدي الارضية بتاعت الدكور بتاعنا بعد الجفاف هنبدأ نستخدم قطعة الكارتون الاولى وهنبدأ نرش السحاب باستخدام مط ابيض دهان مائي مط ابيض او مط زيتي يعني يدا يدا بساري عدي كده هنبدأ نعمل جزء عشوائي كده تحت طريقة سهلة ومسيطة مفاش اي مشكلة طريقة سهلة ومسيطة سهلة بساري طريقة سهلة مقصد طريقة سهلة نعمل طريقة سهلة تستخدم تشعب وبعدين هنعمل ضربات عشوائية كده في وسط السحاب. ترجمة نانسي قنقر توزيحها دايما بطريقة عشوائية بيدينا دايما آآ آآ اقرب للحقيقة. آآ ما تبقاش شكلها منتظم يعني واحدة جنب واحدة جنب واحدة لأ. نبدأ نعملها بطريقة عشوائية بحيس انها تدينا شكل وقعي اكتر. نبدأ دلوقتي نعمل النجيلة اللي تحت. ده اللون الازرق آآ اللي احنا اشتخدمناه في الارضية هناخده هنضيف عليه آآ آآ لون اصفر كناري. عشان نحوله للون الاخضر. ونقلبه كويس. اتحول معنا للون الاخضر زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. الاخضر. وقطعت الكارتون التانية. هنبدأ نرش النجيل. وهنسيبها بقى تاخد راحتها في الجفاف عشان تدينا الشكل النهائي. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة